اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سامحوني عدنين بو زكري هو شخص اخر جملة غسين بوعزي عن الطيار الشعبي مرحبا انتم تسمعوا في تسعين دقيقة مع خلود وزيرة العدل وقالت انه سيد الرئيس يحافظ على المجلس اعلى القضاء ويتمسك مجلس اعلى القضاء لكن بشتيروا هيئة وقتية ومن ثم يتم اعداد القانون الجديد للمجلس رئيس الدولة البارح يقول المجلس الاعلى القضاء سيتم حله بمقتضى المرسوم وتعويضه بمجلس اخر الشعب يريد تطهير البلاد وهذا لن يكون الا بتطهير القضاء ليكن الامر واضحا ان هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس اخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب ان تطهره الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد الا بتطهير القضاء هذه المسألة حيوية والبعض من المشككين ومن المفترين ومن الذين يريدون ان يقرأوا لا بين السطور ولكن يقرأوا بين اللوبيات التي تحركهم المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس اخر رئيس الجمهورية البارح بش يحكينا على الانتقال الديمقراطي من رادس الى منزل بوزلفة وعلى رسالة العدل لابني مسكوي هو راه محتوى الكلام مهم ومهم جدا لكن احنا هوكا باش نخفوا هكا شوي على المستمعين وعلى انفسنا زيدا الواتيرة الحقيقة متاع الى احداث هذه الثقيلة والثقيلة جدا الى احداث السياسية هوكا ربما ان نسوق الموضوع بشيء من الفكاه لكن بالحق رئيس الجمهورية البارح حكي على ملفات على اشخاص اللي هم قضات تلقوا اموال بالمليارات يقول رئيس الجمهورية هذو ما قضات يدعون الاستقلالية وفما ترحز اخر الخبراء نسمع لدي ملفات كثيرة على الاموال التي تلقاها البعض تفوق الخيال وبعد ذلك يقول انه مستقل ولا رقابة عليه مرة اخرى القضاء وظيفة وليست سلطة والقضات كلهم خاذعون للقانون لا يمكن ان تكون هناك دولة خارج الدولة التوليسية ومن يدعي العلم في بعض وسائل الاعلام اريد ان احيي له الى ما كتب عن هذه المسألة في الفكر العربي وليس في الفكر الغربي الذي يدعي معرفته ليعود الى رسالة العدل لابن مسكويه لينظر في ما هي العدل وكيف يتحقق العدل في تورس الخبراء بتاعنا عبد الله اللي يتكلموا فالذعاته فالتسمع الخبير وتكلم هو مأجور والقضاء في عدد من القضاء بطبيعة الحال لابد من وضع حد لهذه الممارسات نحن نحترمهم نقدر عملهم نقدر جسامة المسئولية التي يتحملونها ولكن عليهم ان يتحملونها بكل استقلالية أحدهم لما ذكرت أو تبت داول أسمائهم لدي صندوق قرشيف كامل حوله ممتلكات وبطبيعة الحال الممتلكات باسم مسجلة في دارة الملكية العقارية باسم فلان وكما تعالى المرة الأخرى اللي قالوا الماء الرقم العداد الدار هي في رادس ورقم العداد من منزل بوزلفة ويقول لك الانتقال الديمقراطي الانتقال مراد سلا منزل بوزلفة هذا هو الانتقال الديمقراطي عندنا نعم نعم يصير يصير سيد الرئيس يصير مختار رئيس الجمهورية عادي أنه يضمر معناه كما نقوله بالتونسي وأبرامون ماشي ويزيد في الدوزة متاع الفوكاهة هو شي يندب اللي يحكي فيه أما يضحككم العداد في الأحلام خطر بعض خليل بشو نفسر وهلو على الانتقال من الرادس إلى منزل بوزلفة على الانتقال الديمقراطي هذيك هو ما هو هذيك السخرية السوداء كما يقال ايه ما هو الرئيس الجمهور سيريو برشا لا 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 الحقيقة هو من يعرف مجالسه هو كانت كانت تشد إليه الرحال على الأقل زملائه اللي يجلسوا معاه صاحب قعدة معناها طبعا يعني كان مجلسه متاعه هو صاحب دعابة وظرف والنكة متاعه مخدومة ما هي شك متاع الفكاهة السطحية نكهة يعني مهذبة مثقفة ولذلك تطلب مجالسه ومن زمله لسنوات يعلم هذه الصفة في رئيس الجمهورية عكس ما يظهر في اللقاءات الرسمية وفي الخطب يبدو شخص متجهم فمن يعلم شخصياته خار بعيدا عن التلفزيون يستغرب من هذه النقلة الحزم وحيانا الشدة ولكن العكس تماما هو في حياته ومن علم مجلسه وظرفه ودعابة يعني سحب نقطة هاي الزمر وش الزمر هاي الزمر الزمر بالحق خفيف جلسوا محبوبة يعني يقول حتى ملق عايدة هنا نعرف كتش مختار ما تضحكش على اللي جي لا ما تضحكش على اللي جي بانسور طبعا نكتمتها الضحكك يعني طبعا أنا مرة نبدأ كيخ 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 كما يقال بالضحك على نادرة من نوادر الجلح يقولك مهبول وانا نضحك على نادرة قريتها في الثنية الضحكي حاجة قوية ما نضحك نيش حاجة جلدية هاي شو يقولكش يحكيه ع الضحك والماء عالمنجالة مختار طبعا قعدت الليل كامل لليوم السباح نخمم كيفاش الدار في ايراد شو المنجالة متاع الماء في منزل بوزر لا فهمت الراجل اللي حط ورقة مضروبة في وسط الملكية العقارية التاع الدار يعني عدد مضروب واخذى بها رخصة لا فهمت اللي هو يدبر في الماء بليش فسيت كبير لا احب من فهمتك هي شوف هو رئيس الجمهورية للامانة صحيح من فضلك ولكن رئيس الجمهورية ألقى حجرة في بركة ريكدا اسمها الانتقال الديمقراطي كواجهة قالك هي والانتقال الديمقراطي يوصل احيانا الى الترهدين الديمقراطي اعطى مفاد رئيس الجمهورية في بعض الواجهات الواجهة الديمقراطية الكبرى اللي هي الانتقال الديمقراطي هذا انتقال من منزل بوزلفة الى ردس وهي طريقة ساخرة من معنى الانتقال الذي لم يحدث الا على الواجهة نفس الشيء في مجلس القضاء بمعنى تصور انت واحد لانه حتى يتحايل على القانون العقار في ردس والعداد في منزل بوزلفة سبحان من جمع بين منزل بوزلفة وردس واحد في نابل والاخر تابع بن عروس قال لك اجاب مكة البحجر الوهم هذي سيغة من سيغة انه رئيس الجمهورية ارمى هذه الحجرة في بركة يعني نقولوا احنا كم نتكلم بالليج لا نسر نعم بكلمتاها بركة شخوله راكي ده شخولها باللغة بركة راكدة مدردرة لا 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 راكدة راكدة قلي قلي المخرج راكدة ما فيها شيء بركة راكي ده حابسة حابسة صحيت يرمي فيها حجرة تخرج هيك الدواور كل مرة تخرج دائرة مكة البركة هذيك ونشوفوها هنا وقد يقولها رئيس الجمهورية وقد في المجلس متاعه كل مرة يتحدث على القضاء على القانون وهذه تعرف انت خلود وانت سيدة العارفين يقول لك ديفورماشون بروفيسيونيل يعني بحكم الاختصاص فالقضاء والقانون باستمرار على جدول الأعمال لأن الرسول لأن الرئيس بحكم الاختصاص يتحدث على القضاء مهما تكون الموضوع تلاحظ انت في مجلس بوصرات تاع البارح في اللقاء الخميس تعرف هذا موعد ميفوتنيش يعني موعد الخميس مع الرئيس في موضوع صلح الاجتماعي جزائي في موضوع مشروع المرسوم تنشوفوها المجلس الأعلى للقضاء المؤقت حكيت عليه يا خلود بشي بتنسيش انهارتها على الجدة قلت لك لو ثم مجلس أعلى مؤقت وعتيتك التكوين والتركيبة ومشروع المسودة اللي مش يخرج بها مشروع القانون نفس الشيء رئيس الجمهورية في اللخر في آخر ما يتحدث عليه يقول يحكي على قوت الناس من خلال المسالك التوزيع اللي هي مسالك تجويع بقي ثم نقطة ينبغي الإشارة إليها رئيس الجمهورية في البداية عندما تحدث في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء صار في حكم الماضي بعد تقريب 48 ساعة بعد لقاءه مع سيدة وزيرة العدل خرجت وزيرة العدل وتحدث أنه الرئيس لم يقصد بالتحديد الحل حل المجلس الأعلى ولكن الرئيس يقصد تعديل القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وهذه الانسكول شافته بل قلته هي ما حصل سيحدث هيئة وقتية داخل هذا المجلس لتسيره مؤقتا حتى يعلن على تركيبة جديدة ما حصل لهو التالي خلود وزيرة العدل قالت وهذه خطابة موجهة للرأي العام خاصة الخارجي أنه الرئيس لم يحل المجلس ولكن سيعدل القانون الرئيس البارح لأنه ثم تعليقات أنه الرئيس تراجع في موضوع الحل أنه الهيكل باقن قال لك لا المجلس صار في عداد الماضي أي أنه المجلس هذا انتهى بتركيبته وبقانونه أي أنه ثم قانون جديد بشيكون في هذا السدد وقال حرفيا المجلس الحالي انتهى ويسيتم تعويضه بمجلس آخر هذية رو ثم فارق بين تصريح وزيرة العدل اللي قبل منها وتصريح الرئيس عاش قلت لك وحتى أنا رجعت حتى للتصريح متاحة ثم فيه تعديل في كلمة الحل اللي هو أن الرئيس لم يتحدث عن الحل لأنه مختار بش نزيده برب نربته بتصريحات أخرى يوسف بوزيخر بعد تصريح وزيرة العدل خرج للجزيرة بوانيت وقال أنه رئيس الجمهورية يراوغ وهو تأثر بردود الأفعال الخارجية وتراجعات حل المجلس الأعلى للغضاء لأنه ما معنى الهيئة الوقتية هذية في داخل المجلس ما خلينا نحن ننقل في التصريحات لعدينهم البرح في الزابين دكوردو دونك بعد قعدنا ننتظر جزتما في رأي رئيس الجمهورية كيخرج وأعلن صراحة أنه حتى قاعد يجيوب في المشكين بحل المجلس بالغض فاصل وبش نرجع معكم مازلنا في نفس الموضوع مرحبكم لكل مازلنا مواصلين مع حديث رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري البارح على خاطر البارح قيس سعيد حسم موضوع المجلس الأعلى للغضاء أحليم العبدالي رجع لك الكلمة ومبعد دخليل أنت نسمة وتحليل متاعك في الموضوع رئيس الجمهورية يقول البارح في المجلس الوزاري في سيق مسترسل في حديثه على القضاء وعلى القضاء والوضعية القضاء اليوم وعلى شنو الأسباب ربما إلي دفعت رئيس الجمهورية من أجل اتخاذ مثل هذا القرار رئيس الجمهورية يقول أني نشم عليها رائحة الأثراء ما يقعدش معايا ما جيش بش يثري ما نشم عليها رائحة الأثراء ما يقعدش معايا ما جيش بش يثري ما عنده مظاهر الثراء ولا مظاهر البذخ ما عنده مكان هذا هو رئيس الجمهورية يقول أنك واضح الموضوع عنده دبوات درشي فيهم ممتلكات وعقارات عنده ناس بش يثبت معاهم اللي عنده مظاهر الثراء من القضاءات ما يقعدش معا شنو أريك خليل بعد رجع لكم اختار خطر الحكث منها انتي جملة هذي شنو أريك على الموضوع الكل خليل شنو أريك على الموضوع الكل وفيه تواس أسكر نيه دوسي المجلس على القضاء البرحة سيئ تفهمنا رغم الفلسفة التي تفلسفناها الكل ورغم التوضيحات وزيرة العدل والتوضيحات اللي جات بعدها الناس داخلا وخارجا شوف انتي ليلة الداخلية منين قال أصبحتم من الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء حلا نهائيا واللي هذا الخارج اللي ويفه مليح بين القوسين من غدوة هبطوا لكل مبيانات المجموعة الأوروبية وألمانيا والولايات المتحدة وتعاملوا مع الوضعية مع الشخص يعرفه ورئيس جمهوري يعرفه أنه المجلس الأعلى للقضاء اتحل وحتى وقت القول لنا وزيرة العدل راهو خلينيه وباش نبدلوا التركيبة والقانون فنحنا بالبساطة الشديدة وبيعلم المعاني نفهموا اللي هو اتحل اتحل المجلس سعر القضاء وتحلت معاه مسار متاع محاسبك كامل المجلس سعر القضاء الذي أصبح من الماضي قبل ما ندخل في حكاية الفلوس فم حكاية قعدت زادة كيف كيف عملت بها 66 كيف ونسمع ونشوف في الحق العبيد اللي قالت المجلس على القضاء ما عنده حتى دخل في شيء أعطونا مثال جمعت لجدفاع قال لك سيدي القضية اللي مشيت لريانا تبعاً يمليعها خلول القضية اللي مشيت لريانا اسمها قضية الجهاز السري ويبس تسير فيها بحث تحقيقي وأعمال استقرائية وأعمال فنية وستؤدي حطوا فيها القاضي محمد بن فولان بن فولان قعد شوية القاضي محمد بن فولان وبعد شعمل اطلب نقلة من المجلس على القضاء أعطوها النقلة بيه تتحركش القضية جبنا القاضي عليها بن فولان بن فولان قعد شوية عليها بن فولان بن فولان قعد ديامات وبعد تقلم يا مجلس على القضاء أعطيوني النقلة أعطوها النقلة بمعنى أن القضية إلى حد اليوم من تعد تنظيم السري بتاع حركة النهضة ما تحلل فيها حتى بحث صحيح وما تعملت فيها حتى قراين وما تقدمت حتى الطرف كي جيت وزيرو العدل كي جيت وزيرو العدل الناس اللي قلو بش عيتولهم من ضمنهم راس الغنوشي قسموهم في اثنين قسمو جميع عيتولهم ساكروبيو دوسي وزيرو العدل حبت تثير القضية بالمؤيدات الجديدة أهدت للوكيل العام بش يحل القضية الوكيل العام ما حلش القضية عملت فيه وزيرو العدل بحث إداري بش نفهموا دور المؤسسة هاذي في تعطيل العدلة البحث الساعة وباش نفهم قيمة اننا اليوم سننتقل من واقع قضائي الى اخر بالانتقال من واقع سياسي الى اخر نرجع لحكاية الفلوس مختار يعني من اللي حلين عيننا في الدنيا وقالين اكتب على القوضات في التاريخ وغيره نعرفوا اللي البرشة فلوس والقوضات ما يمشيوش مع بعضهم يعني القاضي نورم المون ياخذ ما يكفيه ويحل العدل هذه مهمته اللهم قاضي ويرث على والدية ضيعات وفلوسه واحدة كيكاء مع لا حرم الله ويرث اما قاضي يتقاضى في شهرية كيما اللي يتقاضى فيها استاذ جامعي وكيما اللي يتقاضى فيها طبيب وغيره تلقى عنده كم الاملاكة ذيك اللي يحكي عليها رئيس الدولة بالارشيف يعني هنا حلين مشكلة كبيرة في تونس وهو اننا كنا في منظومة قضائية مليانة بالرشوة والفساد ولهذا كلمة اللي انشمع لها ريحة الاثراء ما نقعدش معها لستوا مستعدا للتفاوض او الحديث على المستقبل القضاء معقادي تلوثت يديه بالفلوس لمسخه بضرشاوي وغيره هذي خنكونوا واضحين فيها ونحن مش فقط واضحين فيها نحن نسمعوا من حديث الشارع ما يؤيد ذلك ونسمعوا من حديث المتقاضين ما يؤيد ذلك ونسمعوا باللي كانوا عندهم احكام ورشاوي وخرجوا ما يؤيد ذلك القضاء الفاسد هو محور الموضوع اليوم ما ذرنا لو كتوانسة ننتقل من منظومة قضائية قيل عنها الكثير في الفساد المالي والعدلي الى منظومة قضائية ما زلنا ما نعرفوا عليها حد شيء الى هيئة مؤقتة ما زلنا ما نعرفوش شكون عندنا مؤيد وحيد وهو احساسنا الحقيقي انا واحد من الناس ما نتكلمش باسم الناس ان السلطة الجديدة برئاسة قيس سعيد ليست من تلك السلطة التي لها كتل مصالح مالية حتى توظف القضاء من اجلها وليست من تلك السلطة اللي القضاء بالنسبة للا تحكم به بمعنى عندنا واقع واضح الان اننا انتقلنا من منظومة عباوها الاسلاميين بالفلوس وعباوها بالمصالح ومن كتل المصالح مؤسسات النظام القديم الى نظام جديد من حقه انه يعمل المؤسسات القضائية اللي تخدم الاهداف متاعه القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاءات كلهم خذعون القانون مرة اخرى يؤكد رئيس الجمهورية على هذا الموقف القضاء الوظيفة مختار اليوم انتقلنا تماما الى المفهوم هذية بعد ثلاثة مرات قالها الرئيس وموضوع من اجتمو عليه رائحة الثراء لا يجلسني لحقيقة برشة باسمو كي سموها لي انو كي تربطها بالقضاء تؤدي معنى ولكن كيقولها رئيس دولة في المطلق فانها يمكن ان تؤدي الى معاني اخرى نوضح لك عليش انا بتسمت كي سمعت موضوع الثراء انو الرئيس لا يجلس من تبدو عليه مظاهر الثراء وكأن الرئيس يعني يجلس فقط مع الفقراء هو الحقيقي الكلمة ناقصة من الحديث الرئيس هو الرئيس ما يجلسش معه اللي عنده ثراء غير مشروع الثراء غير المشروع حتى ثم قانون ينظم هذا الموضوع مش فقط انو الرئيس يحب الفقراء فقط هو يقصد الثراء غير المشروع في صنف اللي يحكي عليه توه هو القذات قتلك من بكري رأوا الرئيس جاء يلقى واجهة حاضرة شكلانية ديمقراطية فهذا منتقال ديمقراطي قالك لا هاتي ثم منتقال من منزل منزل بوزلكajイ من غرادس المزل بوزلكajī من العكس منزل بوزلكajイ الواجهات الواجهات الحكينا مرة قلنا الغاية هي العدالة والعدل وليست الغاية هي المجلس الاعلى للقضاء المجلس الاعلى هو مؤسسة هو الية بمعنى انو لا نقف عند الامور الشكلانية فقد المجلس الاعلى للقضاء انتهت العدالة هذей موجس حيه هذб performed by believe in the الآن وهذا سيذكره التاريخ بصرف النظر على المواقف إما تكون متمترس مع المولاة ولا تكون ضده شادلو جول الرئيس ثم مفاهيم صارت من قبيل المسلم بها جاء الرئيس وقال لك لا ينبغي أن نعيد التفكية في مثل هذه المفاهيم التي تخص القضاء كيف موضوع الاستقلالية؟ قال لك ما معناها استقلالية القضاء؟ هل الاستقلالية بمعنى أن القضاء سلطة لوحدها وسلطة تقابل سلطة أخرى اللي هي سلطة الدولة؟ هل موضوع القضاء أنه هو سلطة بمعنى أنه هو فوق القانون؟ نغتي ما اللي نحب نغتيه عليه ونعديه ونحب نعديه هل الموضوع هنا لخص العدالة والعدل والعدل الانتقالية والإنصاف؟ هل هذه المطالب هي متروحة على عمل القضاء؟ أم أن القضاء عندهم سلطة خاصة بهم وحد ما يدخل فيهم؟ هو يقول لك فعلا ينبغي أن نعيد الأمور إلى مواضعها موضوع القضاء أنه سلطة هذا في علاقته بالدولة بالدستور في تقسيم السلطات تماما ولكن القضاء يقول لك وظيفة يؤدي وظيفة من وظائف المرفق القضائي إحلال العدل إحلال العدل وتلك هي الغاية الكبرى الغاية البعيدة هي هذه مش حاجة أخرى هذا يرى بصرف النظر على ما المآلات متع المجلس الأعلى للقضاء في شكله المؤقت بانتظار هيئة دستورية وزيرة العدل قالت القضاء قالت هو مؤسسة دستورية هي قالت هذي الكلام هي قالت تما بارامور رئيس البرح اللي قالوا الكل راه هو 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 جاء لكي باش يصحح تصريح وزيرة العدل هي حقيقة نقولها معناها واضح جدا بي باش نسكروا موضوع القضاء اليوم باش نسمعوا أحلام تصريح يجينا من عند جمعية القضاء الشبان اليوم حكيوا برشة حاجات من نوع أنه تغيير المنظومة القضائية ما يكون كان بالاستفتاء والآليات القانونية حكيوا أيضا أنه يرفضوا العمل في منظومة يترأسها تترأسها السلطة السياسية وفم تصريحات أخرى مرد المسعودي رئيس جمعية القضاء الشبان يقول ما كان يسمى بقضاء البحير يمس بأشخاص لكن رئيس الجمهورية يحب يمس بالقضاء ككل القضاء يرفضوا أنه يخدموا في منظومة معناها تترأسها سلطة معناها السياسية يولي أحكامها مرتبسة يولي مرمين بعدم العدل كنا مرمين أنه مجرمين طويكة كما قال رئيس الجمهورية ومن نستهلوش نحكم وأنه ما يكونوا في السجون نوليه الطويكة زادة بالرسمي معناها مشنا عادلين لأنه فهم سلطة سياسية توجه فينا وهي قوة الضغط علينا احنا بلايش قوة الضغط وترى الاتهامات فما بالك أنه نقول له فهم قوة الضغط مباشرة وقوية وكاسحة تحركات المجلس المتاعنا هو اللي حددها وتوصل للأقصى تنجم تكون إضرابات بجمعة تنجم تكون منهارين تنجم تكون إضراب مفتوح تنجم تكون حتى استقالة جماعية هذي اقترحناه أنا كمكتب تنفيذي وما ناخذوش فيه القرار اللي ياخذ القرار الحقيقي هو مجلس قوضات الشبان لأنه هيك الديمقراطي قضاء البحيري قبل شد أعفى أشخاص 82 قاضي وإحنا دفعنا على الفكرة هذه وقدمنا شكايات بالرغم يتهموا فينا طويقة لأنصار متعوبوا أنه إحنا مولين البحيري إحنا قدمنا شكايات بالبحيري قبل لأنه أعفى قوضات دون وجه حق واللي يثبت كلامنا أن القوضات دون كل رجعوا إلى العمل فيما بعد بأحكام من المحكمة الإدارية البحيري مس أشخاص قيص عايز رئيس الجمهورية يحب يمس المنظومة الكل يبدل المنظومة القضائية ردها خاض على السلطة السياسية بحكم القانون وهذا خطير جدا أنه يقاضي ولا مجلس على القضاء يترأسه رئيس الجمهورية ولا سلطة تنفيذية ولا تحط عضاء معينين كيف ما يسمعنا عضاء معينين مش منتخبين الواضح اليوم أنه معناها جزء كبير من القوضات عندهم مشكلة كبيرة مع ترأس السلطة السياسية للقضاء للسلطة التنفيذية فما خرج التحكية اللي هي جيت عن العميد بودربيلة بالأساس قال يمكن لرئيس الجمهورية أن يترأس المجلس الأعلى القضاء يظهر الفكرة هذية أسمعتها كان أفصحة عنها العميد بودربيلة نعم الحقيقة حتى كثير من المحامين أنا أسمعتهم في بيلي من لولة العمادة عندها رأي والجسم بتاع المحامات نلقى على قلبة مش بعض قلة يعني كثرة من المحامين مع رأي العميد في الموضوع اللي قالوا هو كمرحلة انتقالية أن يترأس رئيس جمهورية المجلس الأعلى القضاء كفترة انتقالية قال لك لأنه نحن أكثر الناس معرفة بالواقع متاع القضاء ومتاع العدالة وقال لك إحنا مباشرة نشتبك يومين قال الراجل مع الله القضاء لكن بوزيخر قال لك العميد بودربيلة يتحدث هكا لأنه طالما تمنى التموقع داخل المجلس الأعلى القضاء عليش ما وشعره فيها لا لا مواقق العميد بودربيلة قضية شخصية بينه وبين قضية بوزيخر لا لا هو العميد اخي اسمعته شخص المحامين الهيئة المكتب بتاع الهيئة المحامين يشاري يكون العميد قال لك مش رأي أنا عاملوا اجتماعات والرأي الذي عبر عنه العميد بودربيلة هو رأي الهيئة ووضح جدا دكتا ونحكيه على ما بعد المجلس على القضاء كيف ستكون تركيبة هذا الهيكل هل سيكون هناك هيكل يشرف بين ذفرين على تسيير الوظيفة اليوم اللي رأي الجمهورية يقولك وظيفة ولا كي ما اعطانا مختار الماري اللي فاتت الفارذية بانه سيقع العودة الى هيئة شو قلتتنا تيب اختار هيئة وقتية لا مجلس على مؤقت والتركيبة متاعه محدودة في حدول 15 خلنا نرجع القانون القديم فما باشي فارذية ايه بالليه نعلقها ما هو علاسي توضل طبعا القوذات الشبان القوذات الجمعية القوذات الشبان اللي اول مبدأ يعني حتى كنا نحد وظيفة ولا السلطة ونعرفوا مقام القضاء مليح في علاقة بالمسافة اللي تعمل مع صراع سياسي خاصة قلق احنا مش مستعدين نجلسوا مع السياسيين هذوما ومع المنظومة السياسية هذي يعني ناقص انه منظمة القوذات الشبانة دي تقص انخيرات معك مواطنون ضد الانقلاب وطابت الظاهر نار 13 في صلبة سياسة مقارنة بين قضاء البحيري اللي كان ينتج فيك هذا وما بين قضاء قيس سعيد انا نقول لك حاجة شوف برش حديث قال على الجمعية هذي اصلا في علاقتها اصلا بنور الدين البحيري اصلا وكأنها وليدة نور الدين البحيري والراجل سمعت وهذا اكثر من مرة قريب هكا قريب يعمل هكا يقول انا مش نهضاوي ولكن قريب يعمل هذي كما وقت التارض واحد ساعاتي حاب يهرب يقول لك انا مش نهضاوي ولكن عليش لانه عبر على موقف موضان لما يقوم به حاليا الرئيس جمهورية في علاقة بالقضاء ينسب لبشرة لقضاء البحيري قاضي تحكيلي على سلطة تنقلاب وما نتعاملش معاه وانتي عشر سنين تتعامل مع السلطة ضيعت دم الناس معناها اغتيالات واخفاء ملفات بقلت عليها حتى كلمة اليوم تحكيلي على سلطة تنقلاب تحب تصلح الامور وطلقات معايد شكري بالعيد وتحب تحرك مساء المحاسبة لو نحكيه سياسة معاش نحكيه قضاء كانت حاب نحكيه قضاء ومدى تمثيلية الجسم القضائي لهذا الرأي نجي من قولك انا نقابة القضاء في مستوى منخاريطيها تفوق بكثير المنخاريطين متاع هدومة والمنخاريطين متاع الجماعية والموقف اللي عبرت عليه هو موقف وطني صميم لاني شوف شوف نقابة القضاء يا محتر وقت تكلمه مجيتش قالت انا مع رئيس جمهورية ضد لخي لا قالت احنا على مشارف مرحلة تاريخية جديدة واقترحت هي اورغاني جرام جديد المجلس على القضاء ما قالوش رئيس جمهورية تفاصيل التفاصيل متاع هذيك التحقيقة لانه اليوم يقول القايل مثلا نقابة القضاء اللي هي اليوم موافقة رأينا الجمهورية يمكن ان تكون مماثلة في الهيئة المقبلة طبعا عليش لان لانه اذا كنا نشوف المنطق هذين من قلتك حتى هو من البداية رو القانون الاساسي الخاص بالمجلس على القضاء لم يحظى يا خلود بالاجمع قلتك انا الهياكل متاع القضاء كانوا رفضين وبين فيها الجمعية والنقابة والمرسد الاعلى للقضاء اللي فيه سير الرحمون يقبل بمعنى انه ليس موضوع اجماع اما الان افترقت الامور لانه كل واحد عنده فكرة ثم نقطة قالها الرئيس البيارة حكاية الانزعاج انا حبيدنا نقول عليها موقوف الموقف الدولي كان لخصوه وموقف القلق عاد يقولك ثم قلق وهي عبارة تقليدية نسمعها من العواصم الاوروبية والامريكية ايضا امريكا وكندا نسمع عبارة القلق فالرئيس البيارة قالك في استطراد قالك ثم شكون يبدي في القلق متاعه في الانزعاج لانه فعلا الفكرة هذه هي الموجودة ثم ناس ثم شكون يتقاضى مرتب خيالي مقابل التعبير عن القلق مثلا الامين العام للامم المتحدة هو قالهم قال يقون من قلقكم ايه بمعنى انه يعبر عن القلق فالرئيس قالك اذا قلق وانزعاج يعني ليس موقفا دائما ولكنها عبارة تقليدية جاهزة اه في كل مناسبة يمكن ان نحلوا الدرج ونحطوا عبارة القلق اللي هو بتونسي لقلق عايش كايه لقلق انا عندي زو سؤالت مقالقيني نحبكم تتفعلوا معايا بربي يفضلكم يستركم توا حكينا فيهم الكل حكينا كيفاش القضاء وظيفة ولا سلطة عنا رو جمعتين ولا ثلاثة نحكيوا فيه الموضوع اليوم رئيس جمهورية البير اخرج قال مجلس الأهل القضاء انتهي وكل انا متقاضي انا دي من عود هذي انا اليوم كمتقاضية تونسية عندي قضية يجبني نمشي ونجي مليار مرة على المحكمة ونستنى في الرقمنا والكاتب متاع المحكمة شوف نلقاه شوف لي والمحامي بدو ما ينجم يمشي وكل امور والتشاوبة هذيك الكل بشت حسن لي حاجة في حياتي هذا سؤال الأول السؤال الثاني اللي بوده الرشيفة ذيك اللي فيها العقارات والممتلكات والمنجلة في منزل بوزلفة والدار في رادس هل سيفسح عنا رئيس جمهورية هل سيحاسب القضاء الجديد لا والله طو هو موش اليوم لا والله طو بش يحاسب ولا لي بش يحاسب ولا لي وهاللمباكت دي خيكت على حياة المواطن المتقاضي وين بش راوه وقتش حب لمباكت دي ركتة حب لمباكتة لمباكت هو ساعة أولا عمل المحاكم سيستمر بقطع النظر على المجلس على القضاء الثاني لمباكت دي ركت أني وقت نحط مجلس على القضاء يتصرف في النقل بشفافية وفي التسميات بشفافية وما يحطش ناس بالولئات في المحاكم فهو سيحل العدل بين المواطنين فأنا كمواطن مستفيد هذي حاجة الثاني اللي حكيت عليها انتي متاع الفلوس وبوات درشيف وغيره من المنطقي جدا الآن أن نمر بعد حل المؤسس هذه القديمة اللي كانت تغطي على برشة أشياء إلى المحاسبة الفعلية عبر ماذا؟ عبر رفع قضايا بمؤيدات مش خات الرئيس متغشش القضية ذاكة مش يشد الحبس وعنده مش يصير تحقيق كيفاش منين جبت الفلوس تفضل لك تصور ثلاثة ملايين منين متاع منزل بوزلفة ومنين العداد الواحد معنتها هذية تم في إطار القضاء العادي كما يتحاسب أي مجرم يتحاسب أي واحد مرتشي صحيح إن شاء الله خليل فعل إن شاء الله ما تكونش حاجة نوع من الرد الفعل الفوري والآلي على حديث الرئيس الجمهورية ولكن ما هو منتظر من الهيئة أو المجلس الأعلى للقضاء المؤقت الآن في الفترة الانتقالية حتى ليكون عنا مجلس أعلى للقضاء فيما بعد دائم إنه صحيح ينبغي أن تفتح تلك الملفات بما فيها الملف اللي يحكي عليه الرئيس الجمهورية ومن ضمن التدابير اللي يمكن منتظرة في حق بعض القضاءات اللي تحف بيهم ملفات شبهات اتهامات معناش حاجة إدانة خلوط هي إنه فم أمكانية أنه بعض القضاءات يحالون على التقاعد وهذا إجراء معمول به تعمل به في الداخلية كم تذكر وتعمل به أيضا في القضاء وتعمل به في عهد نوردين البحيري وفي عهد في عهود أخرى ولكن هذا يتم من خلال قناة شرعية اللي هي المجلس الأعلى للقضاء في مرحلته المؤقتة في إطار نظام التأديبي والحكاية الصلح الجزائي وعفو عام في جريمة إصدار سك بدون رسيد هذا أيضا من المرسيم المنتظرة باهي الصلح الجزائي البارح ما عادش تسريب خليل ما عادش فكرة قاعدين نتداولوا فيها ونشوفوا في مختلف الأراء رئيس الجمهورية يؤكد أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي المرسيم التي يتم وضعها يجب أن تطبقها ولا تبقى حبرا على ورق دونك أحنا طوى ننتظروا أن يكون المرسوم منشورا عنده مداد لا استنى عاد لا مختار أهي نراني ما نحبكش كي تبدأ تتبلع على رئيس الجمهورية لا لا كل حاجة في طريقها هذيك تسريب هذيك تسريب والمسلس سأل القضاء ذيك قال عليه لا المسأل القضاء مشي والتسريب منها فش يقدر لا لا هذيك تسريب ورئيس الجمهورية كانت تذكر ويت البرحين قال نجلة بودن قال لها سأجري التعديلات اللازمة دونك احنا طوى شو نستنى شو دورنا ننتظروا أن يكون المرسوم معدلا ومانشورا في نسخته ومعدلا معدلا تتوقع وفي إجابة على سؤالين لأنه فقط هما سؤالين مهمين لأنه البارح سمعت رئيس الجمهورية وسمعت قبل سيحات بن سالم وسمعت كل شيء هو شد صحيح في حكيتي الحكاية لولا قال يعني الصلح الجزائي باش يكون بالترتيب التنازولي بمعنى مشاريع تتعمل لفايت الشعب التونسي في القائمة المضبوطة نورمال ما في تقرير شعب فتاح همار هكا ولا والثانية قال نشد صحيح اللي الصلح الجزائي سيشمل الجرائم المخترفة المالية المخترفة حق الشعب بعد الفين وحداش هنا شنية الآلية كيفاش باش نعمل هذي هذو مزوز حاجات اللي أنا مش فهمها من جملة القطب القضائي المختص وتحديد القائمة وتحديد القائمة شوف الحقيقة أنا لو أتعامل مع اللي يقوله الرئيس بالتفاهم وبالعقل الحقيقة من تبليش ولكن تلاحظ معايا نفس القلق الموجود هذا بما فيما عند الرئيس الجمهورية عنده مدة يحكي كل أسبوع يحكي على أنه مشروع الصلح الجزائي لا حظته معايا ولا عنده مدة في كل مجلس يقول لك عن مشروع الصلح الجزائي إلى حد الآن لم نتوصل بهذا المشروع في نسخاته الأخيرة بالعكس المرنفات اللي تم ترويجه هي نسخة قديمة بل هي ترجع حتى لقبل 25 جويل وقولت لكم معلاش الفترة هذيكة ما ناخذوش عليها برشا رئيس الجمهورية الآن هو بيدو ذكر المشاكل التقنية اللي تعترض انفاذ الصلح الجزائي حكي على القائمة المرحوم عبد الفتاة عمر قال 460 بعد 430 بعد 40 بعد 30 بعد 2 بعد اتنحات يعني ليس هناك قاعدة متع بيانات دقيقة وتكون أيضا مشروعة بمعنى أنه تم أحكام قضائية فيها باش يتم اتباحها لتنفيذ الصلح الجزائي تذكروا معي مليح الرد اللي يعطاته المجلس الأعلى القضاء وهذا يتم يعني أحيانا ننسوه المجلس الأعلى القضاء منذ أسبوعين فقط نشر رده على مشروع الصلح الجزائي معللا وفي الأخير قال لك هذا المشروع ليس من اختصاصنا أن نبدي الرأي فيه الرئيس بده يشعر بهذا القلق اللي موجود في في الصلح الجزائي المبلغ اللي حظته البرش قال قال 13500 دينا صلحوه في المجلس قالوا لولا 13500 مليار لأنه متعف الأرقام عند الرئيس أحيانا ماهيش دقيقة برشا برشا ثم هاك الترتيب التي قلت التنازلي المعتم دي الأكثر فقر مع شخص أكثر هذاك يتسمى تردا وعكسر تردا وعكسر معنى اللي عنده أعلى يعني نسبة أموال منهوبة يمشي الأفقر كذا تردا وعكسر ولكن عملين تقنيا إلى حد الآن أنت يقول فهمتش أنا كيف كيف بحثت وشفت واسألت إلى حد الآن عمليا كيف سيتم تطبيق الآلية وقاعدة البيانات في موضوع صلح الجزائي إلى حد الآن غير واضح وما هو المرجع هني قلت لك عمري الحكاية يمشيت عندك العام ثم نعمل سلح ثم نعمل سلح ثم نعمل تحت الطاولة ثم نعمل لي هج يعني حكاية الحقيقة مفروطة ما هيش دقيقة واضحة وضعها وموضوع لشيكات بربزيدا ما هو الشيكات نعمل الشيكات اي بش نحكيو فيه عمقبل هو وضع حاجة كي أنت قبل قل لك هذيك ما مش يستثمروا في المناطق الفقيرة قال لك لا لا استثمروا لا حد شي ذيك عقاب بش تعاملوا لصالح الدولة التونسية كي مش تبني اسبيطار ولا مدرسة ولا غيره لصالح المجموعة الوطنية مش هو مش يستثمروا في المناطق الفقيرة ويأخوا فلوس هذي تعديل حتى على المشروع الاساسي لقيسي سعيد موضوع معنتها العفو في جرائم الشيك بدونسيد منعتبره من أهم القرارات اللي تخدعت بمعنى أن اليوم الأزمة الاقتصادية اشتبعتها تبعتها برشا مؤسسات فلسط وبرشا متعاملين في بعضهم مثلا أنا اعطيت للمختار شيك بستة ملايين على أساس مثلا أنا أعطيت للمختار شيك بستة ملايين ما نحكيوش بالستة ملايين ما تحكيش مع الناس اللي عندهم مظاهر ثراكي بشيخلص فيم بعد شهر وانا عندي شيكات من عند كلمتك اي 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 وانا مثلا وقتا عندي معمل على شيكات جوني من عند الفورنيسار الاخر بشيخلطوا بعد شهر اذا الاخر ما خلصنيش ما نخلص هذاك ولا تعبيت الحبوسات عندنا الناس في حالة فرار وفي حالة سجن مش كو أكثر واحد غير مستفيد منها هو الفورنيسار المستفيد بمعنى اليوم وقت يصير عفو على قضايا الشيكات وتخرج الناس تمشي تتفاوض تاخد شهية خلاص حتى بعد تقصت الدين متاعها مع اللي سالوها في الوقت تستفيد الشركة اللي تسال ويستفيد المسال وما نخليوش العباد في الحبوسات ونزيدو نعطلو لأمور تولي العقوبة البدنية من أجل العقوبة البدنية تماما كما كان يحكي الآن خليل المشروع على خطر الناس كنتسمع المرسوم اللي عفو عام في جريمة إصدار سك بدون رسيد يمكن أن يخيل لها أنه بدون شروط معناها مش عالي التسوية بسير بأمور قانونية يعني المشروع اللي تحدثوا الآن مشروع المرسوم العفو في قضايا الشيك بلا رسيد هو منتظر برشا ليس لفائد الناس اللي دفعوا الشيكات واللي هما الآن تتعلق بهم قضايا حتى للناس اللي هما الشيكات يعني المنتفعين بالشيك تعرف قدش عننا احنا توا قضايا الشيكات اللي هي متروحة على أنظار النيابة العمومية في كل شهر في حدود ثمانية الاف قضية شيك من غير رسيد متروحة على أنظار النيابة العمومية في العام في حدود ميتين الف قضية في العام متع الشيكات من غير رسيد بطبيعة ثم ترتيب معين اللي من أقل من مئة وخمسين دينار هذلك ما يتسمى وش الفوق المئة وقمسين دينار ثم فوق هذي بكونها تعطوا بالشيكات من غير رسيد يعني ثم قضايا كبيرة جدا تغرق عمل المحاكم ونتيجة موضوع ما تمش معناها ما تمش ضبطه كما ينبغي خلود بقى أنت سألتني منذ حين قلت ياخي شنو المتروح في هذا المشروع اللي هو تترح في وقتا ما مع فؤد المبزع في الفين وواحداش وتترح أيضا مع الباجي قيد السبسي عام الفين ووثمونتاش الآن مشروع ثالثة للعفو ويكون عفو عام يشمل المجموعة اللي يعطين شيكات مغير رسيد عليش لأنه هذي المشروع هذي خلود كما ادخلت لك منذ حين بش يكون لصالح المنتفعين بالشيكات لأن العقوبة السجنية تخلي السيد مول الشيك ليخذ هو سواردو والسيد ليخذ في الحبس بمعنى تنظيمها من جديد في شكل قانوني حتى يعاد الاعتبار للشيك باعتباره أداة خلاصة وأيضا يعاد الاعتبار للكمبيالة اللي هي منسية الكمبيالة اللي ما تدخلش مولها للحبس الشيك أيضا منتظر إنه ما يدخلش للحبس لكنه مش معنى يفسع واحد يعطي شيكات يغرب كما برش الناس فهمت هو بمعنى إنه الشيك هذي والتحقيق قرائب الشيك يتقدم يتقدم ولكنه يجب أن يكون عنده فيها الرسيد ثم طريقة معينة للتثبت في وجود الرسيد نرجع له بأكثر تفاصيل نرجع لهذا الكل وقت لتخرج النصوص وأكيد بش نحكيه ونفهمه أكثر نرجعه بعد الفاصل مع التسريحات نذكركم أنه ضيوفنا اليوم بش يكونوا وقل نوار القيادي بحزب العمال وغسين بوعزي عن التيار الشعبي فمشكون يرى أنه اليوم اللي ساير في البلاد هو تهديم للمؤسسات فمشكون يرى أنه لا بالعكس المؤسسات هاي هاكا خلينا كما أنت هاي ترى الدنيا الكل طال على الفوق طال على الفوق بعد شوية بعد شوية ضيوفنا جستما بش يمثلوا أراء مختلفة في علاقة بكل ما يحصل سياسيا اجتماعين واقتصادين في تونس فاصلوا رجعين معكم 90 دقيقة مع خلود مرحبكم نسيت كل البارح أخبار متنوعة جينا من عند الخطوط التونسية بعض الإشراءات تسريح ألف عامل تسريح ألف عامل من الخطوط التونسية اللي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة وكبيرة برشا أزمة مالية عفون إن هي من المؤسسات اللي نذكره لأدرجتها التقرير من تعوزارة المالية اللي خدمنا عليه مؤخرا اللي حتى المؤسسات العمومية العشرة مؤسسات العمومية الأولى اللي تشهد في ربما مهدى بالإفلاس والفي صعوبات مالية كبيرة نسمعه الديون الديون إنه عنتك كما قلتك مع البنوك تم جدولتهم بالنسبة بعد ما يصير ترفيع في رأس المال فهنت العديد من الديون مع الشركات العمومية سيتم يعني استخلاصها عبر ترفيع في رأس المال ما نش بش ناخده فلوس حتى حتى دونك إحنا بالبرنامج الكبير اللي عملناه بسي لنديز باك مش نرجعه حوالي 300 مليون دينار عنا معانتها فمدي كذلك بعض يعني العقارات والأراضي اللي غير صالحة معانتها للاستغلال إمكانية التفوت فيها عنا برنامج كبير للتقليص من التكلفة يدون ممشي خولونا نخلصوا ديون متاعنا وإن شاء الله فمتني اللي جاي خير ما اللي يمشي بسريح عمال من تونيسير على خطر يلزم الشركة تخفف من الأعباء هالمالية في إطار إعادة هيكلتها وتحسين مردوديتها اسمعناها قبل النغمة هذية يا مختار كل مرة نسمعوها وتحطت حتى في موضوع الحديث بين الحكومة بين الاتحاد عم توسين الشغل وكان ضروري جدا إطلاق هذا المشروع لإصلاح الناقلة الوطنية وهذه الخطوة الأولى متاع تسريح ألف عون في الشركة يظل حظية بقابول الترفة الاجتماعي يعني ما هيش مبادرة من الإدارة فقط يبدو أنه حظية لأنه في إطار حزمة من الأصلاحات مقابل شنوه وهذه قالها البيدي جاي متاع تونيسير مقابل شنوه مقابل ثلاثة مهام كبيرة اللي بدأوا فيها ونسألت حتى الناس اللي على الخدمات متاع الناقلة الوطنية موضوع تجديد الأسطول متاع تونيسير اللي مشيت فيه والبارح حطت الطائرة صوبيتي لا صوفيتي لا اسبيت لا حطت على المطار وهذه من ضمن الاقتناءات الجديدة اللي زربيو سجد الدين اللي دخلين لتونيسير والثيقة متاع المسافر لاحطوش قبل لكن نحكيه على السرقة متاع الباجاج ونحكيه على الخدمات متاع الكاترينج الآن ثم أنا سألت ناس اللي أخيرا يستعملوا حتى يقول لك تغيرت الخدمة متاع تونيسير بالنسبة للأوكلة بالنسبة للخدمات المقدمة وكذلك في موضوع فقدان البضاعة يعني فم تحسن إذا ثم إصلاحات مقابل هالتسريح الحزمة من الإجراءات اللي مشيت فيها الشريكة ويكون نتيجة حوار مع الطرف الاجتماعي فهي حب ذا خطر قبل والنسي قولها تعرف عش كون كان يخدم في تونيسير ما نحبش نعمم أنا نعرف ناس اللي مغني مغني واللي فنان فنان يكون الهدية متاعه وأنه يخدم في تونيسير ثم نسميلك بعد الأسماء البرة يعني هدية فقط هو مغني ولكن تونيسير هذي يعتبر خدمة متاع في تونيسير مثلا مثلا هو به هذي نجم نقول هذي نحن نعرفوها الراوها الركيب يعملوا دي فيديو ويالبغتاج وكل كرسي مقرقش وماذا بنا تتحسن سرقة باقاجات أنا بشنسيت نمشي أعمق شوية معاك خليل موضوع سلاح الخطوط التونسية كنقلة وطنية وإعادة الهيكلة نرجع بك الالفين وتسعتاش تسريح العمال سيوفر لتونسير مليار وسبعة مائة هذا وقتها اللي قاله لنا المدير العام ليس منك بوقتها لا سمحوني مية وسبعين مليار قال هذي التسريح وشكون بش يخرج يخرج اللي حب هو معناه تسريح طوعي باعد عملوا برنامج كبير لإعادة الهيكلة والإسلاح مع الطرف النقابي من الفين وتسعتاش حتى كشي لليوم ما فما البرنامج اللي رفضوا أنور معروف وقتها وقت اللي كان وزير نقل ياتيك الصحة البرنامج إذيكا تحف الماء وانتخطوه ما زال يقول لك النجم ونعاودوا نخرجوه هو صرح بعد جيبوا كذا ذكروا في دي جي ألف الحامتي عاودت حب التعمل المشروع طوه هذي إسلاح وهيكلها كمان وأول حاجة أول إجراء هو تسريح الموظفين موش رسي أنا معاه مختار في كونه اليوم الألف اللي خرجوا بالتأكيد ونحط لك مية في المية أنه ما قالوا كلمة إلا ما كان الطرف الاجتماعي حاضر والأمور واضحة في إطار إعادة هيكلة الشركة الحكاية الإصلاح وإعادة الهيكلة اضطرحت مع الاتحاد الشغل وقع فيها الاتفاق على تسريح هادات أكثر من هكاية أما بالتسريح التوعي ولا بالشوماج تكنيك وغير ومعنتها وهذا يطلب نفقات مالية شنو اللي صار الاتحاد مشاه في الموضوع أي كيفاش عنا لمدة عامين مثلا مايش الاعتمادات اللي بيش يعوذوا بها الخدامة اللي خارجين وقفة العملية يبدو إن اليوم بدينا في خطوة أولى نحو ترميم هذه الشركة اللي فيها سير شارج متاع توظيف ناتج عن عوامل بعض منها جبدأ مختار وعوامل أخرى لا يعلمها إلا الله يعني فيها عدد من الموظفين يفوق ياسر الفونكشون اللي في وسطها والعمل اللي في وسطها أعتقد أنه بدين اليوم ولهذا ماسمعناش برشة الغزيلة بديت تولي رائقة بديت تولي رائقة الغزيلة من أثر بالغنية لقبال الدخلة رحنا كل ما يهمنا هذي مشتعبت لكارتون خليل هذي مشتعبت لكارتون كل ما يهمنا كل ما يهمنا كل ما يهمنا أنه الناخلة الوطنية مستعنة ما تتباعش كي ما حبوي بأوها ولاد الحلال وتولي رائقة وترجع سكة الإشعاع والسكة التنافسية كارتون سكة الإشعاع الغزيلة رائقة خليل فنين فنين صديقي نعرفك وفكرة مختار هي جيت لبيلك تاوى الغزيلة رائقة هاي لما نتبكلي من اللي بدينا نحسن برنامج برنامج خاص فسكيتها فسكيتها لفاسكيتها لما مختار الغزيلة نحبوها ديما رائقة وشيخة ومزينة ونظيفة أما جزت أنه مرة مرة في حياتها الغزيلة يعملو لها برنامج صحيح ويتابعوه للأخر ذاكش نتمنى وإحنا شكرا زيكم الغزيلة الغزيلة نحن رأي غزيلة ثمينة جدا التونسير هي معناتها مكسب وطني وشركة ناقلة وطنية عندها تاريخ كبير هو من تاريخ الدولة التونسية معنا الحقيقة نتمنى كيف خليل الغزيلة نرجع لكم بعض الأخبار